على فكرة يا دكتور أنا يعني فعلا بدأ تجربه وأنا بيبقى عندي مثلا شغل ساعات بنبقى ستة الصبح بنروح نشتغل وطبعا أي جسم في الدولة بيبقى بحتاج ينام لما باخد فعلا التركيبة دي بحس بنشاط وزهني صاحي فوقي بفوقي بفوق بالضبط وده هو ده يا جماعة شكله علشان أنا مرة اللي فاتت لما شربته كانت يكون باقي كرتون فما كانش باين لكن طعمه طحفة أنا أسألك على رأيك أسألك على رأيك والله لا فراول على كريس يعني عايزين إيه أنا عامل مكس كده بالله أنا مش شوف يمي يمي طحفة طب الحمد لله أنه هو يعني لا أنا فيه شوية السنس المخرج عايش شوية طبعا دلأت الكباعة على طبعا طبعا هو حضرتك علشان تبقى الناس تستمر عليه أن إحنا برضو إحنا أنا مؤمن في نظرية أن أرجع للطبيعة تمام والطبيعة اللي هي المفيدة يعني كل التركيبات اللي في ده طبيعيا 100% هي أسيا فارم هي الشركة المتبنية هذه المنتجات وهي فكرتها أنها أسيا فارم جاية من فكر الأسيوي الفكر الأسيوي دائما بيرجعوا للطب الطبيعي والطب البديل تمام طبعا عايزة أقول لحياتك على حاجة بعد إذنك بحيث ساعات أن أنا ما ليش نفسي أكل بعد ما بأخذ ده أكيد أكيد آه حضرتك أنا بديك وجبة متكاملة ده بينفع جدا مع الناس اللي عمنا ضايت جدا كمان وبيديهم اللي هم عايزينه يعني هو مش محتاج حاجة تاني أنا فعلا بحس أن أنا مش جعانة وفي نفس الوقت يعني مثلا كنت لما بجوع قبل كده بقى بحس بهبوط شوية أو ده لا هو الأكل مش هو اللي بيخلي الواحد يستطوره هو الانتصاص اللي بيمتصل الجسم هو اللي بيخلي الواحد يقدر يستبيه فوق أو يستبيه يعني عنده النشاط اليومي بتاعه فالمجموعة دي هي مصممة بطريقة معينة وطبعا المواد الفعالة احنا جايبنا مواد فعالة درجات معينة من النقاط بحيث أنها تمتص وتساعد على الانتصاص اللي اتنين هم نعمل اتنين هي بتمتص بطريقة معينة وبتساعد على الانتصاص لما حد بيشرب لو حاجتش بتكبها دلوقتي ممكن تقعدي مجوعيش خمس ست ساعات بعدها ده صحيح فأي حد عايز يعمل ضايت مجموعة كبار السن طبعا هتفهم جدا لأنه هو لا من سبب السيام المتقطع ده ينفع لو بدأ لو بدأ أول واجبة لي بالكوباية ديت حتى الأكل اللي هيكله بلوه بكميات قليلة هيأخذ منه هيأخذ منه الاستفادة المطلوبة طب سؤالية دكتور بعد إذن حديث لازم قبل الفطار أحسن حاجة علشان قلنا يساعد على الاستفادة من الأكل أو أي حاجة تتاخذ على مدار اليوم لكن لو نسينا مثلا مش فرقة مش فرقة ممكن بعدها بساعتين أنا مش عايزه يبقى مع الاكل صغب بسيط أنا عايز يبقى هو لوحده تمام علشان خاطر يبقى أي حاجة جاية نستفيد منها طيب الجسم يفقد تقريبا خمسين في المية من عضلاته حضرتك ده لنا قلت حضرتك بعد سن الخمسين طبعا إحنا مش رياضيين بس يعني على أقل الناس اللي مش رياضيين يمشوا بص حضرتك إحنا عامين أنا هقول لحك موضوع المشي ده مهم أواصل حالك زخطي موضوع إحنا عندها مشكلتين أساسيتين في اللي هم بعد الخمسين أي واللي بالذات للناس اللي شغلها كتير زم حيك قلت تنزلي ساعة ستة صوح نص بيقول أنا بشتغل آه بس باجي في النص هنج أنا مش حايف أركز تمام والمجهود الزهني بتاعي ما يستحمل شي عايز ياخد بريك مش قادر يواصل وفي النص التاني بقى دولة اللي ربين يكون فعلهم إن هم عندهم مشاكل في العضب مشاكل في المفاصل لا بالذات الرجبتين ترجمة نانسي قنقر